نذهب للأسئلة الوريدة في الفيسبوك سؤال من حساب عنوان أحمد عادل بيقول ماذا يفعل الرجل إذا رأى من زوجتها أنها غير أمينة على ماله وكثيرا ما تعارضه في أمور حياته وتشككه فيها وتذهب من غير إذنه ويشتكي لوالديها ولم يجد منهم رد يعني هو الإجابة على مثل هذه الأسئلة بتكون فيها نسبية شوي يعني هي بتختلف من حياته ما عنديش إجابة قالب نمط جمع منمطة أقولوا تفضل هذه الجمع لأن لا قياسة في الأشخاص مشايخنا علمونا كده يعني إيه لا قياسة في الأشخاص يعني كل شخص وعنده طبيعة خاصة وما دومنا بنتكلم عن مشكلة من طرفين يبقى كل طرف من الطرفين في حاجة عنده لازم تسمعها ما ينفعش تسمع الطرف الأول وتغض الطرف عن الطرف الآخر ما دومت عايز تصل لحل طب ماذا نفعل؟ ما أنا ممكن أقول لك هذه زوجة غير مطيعة ومش عارف إيه وحد تاني يقول له هذه امرأة ناشز ونقض نفخم ونضخم في الأمور بدلا من أن نطفئ النار وإحنا هدفنا الإطفاء مش إن أنا أدي له أحكام يجلدها بيها يقول له يا ناشز يا اللي مش مطيعة أنت كده بتتلف الأمر مش بتصلحه ربما يكون في أسباب أخرى قدت إلى ذلك ولو كانت هي زي ما هو بيوصفها كده إن أنا أقول له هي شريرة ووحشة مش هو إدى الحل شريرة ووحشة دي يروح لحضر الآضي أنا مش وظفتي إن أنا أساعده على إذكاء هذه النيران أنت يا سيد أحمد هات زوجتك دي وتعال يا دار الإفتاء مش عشان تجلس معي أنا مولانا الشيخ عشان أقول لك هي كويسة ولا وحشة عشان تقعب مع ناس مختصين في الصحة الأسرية دي اللي بيقولوا عليها عندنا لجنة لحل مشكلات الأسرية فيها ناس متخصصين في الشريعة وناس متخصصين في علم النفس وناس متخصصين في علم نفس الأسرة نعم يعودوا معاك ويشوفوا المشكلة ويحاولوا يحلوا الأمور نعم